يا تيكي من صاح والعافية معكم محمد بوركي ومعاي اليوم الوان بلس مرة ثانية نزلت عليه نظام الأكسجن أو اس اللي من شركة وان بلس دام فلوم مع سيانجن فخنشوف مع بعض بس نظرة صريعة على النظام التشغيل اللي بنزل عليه وان بلس خنشوف مع بعض السلام عليكم ورحمة الله مثل ما قلت لكم معنا الوان بلس خنشوف نظرة شريعة على النظام التشغيلي مع الوان بلس الحين صار عندهم وهم بروحوا منهم وفيهم قام ينزلون نظام التشغيلي اسمه اكسجن أو اس شركة وان بلس مثل ما قلت لكم هي صنية الأصل احط لكم بتحت بيكومنت سيكشن ومراجعة كاملة ماتة لما سويتها شركة وان بلس كانت متحدة مع شركة سانجن ماد كانوا يسوون نظام التشغيلي مع الرو مات المعروف اكثر روام معروف صراحة هو سانجن ماد ينزل على الوائد تليفونات فهم كانوا ينزلون النظام التشغيلي على الوان بلس كانوا هو سانجن ماد 11 اس وكانوا وعدين ان راح ينزل لي 12 اس ورح نشوف 12 اس موهنا ما راح نشوفه خلاص بس الـ 12 اس تأخر على ما نزل نزل الحين عندنا الـ Oxygen OS اللي هو مصنوع من شركة وان بلس نفسه عندهم مطوري مالوتهم سووا وهم نظام تشغيلي خاص فيهم عشان ما يعتمدون على شركة سانجن ماد بس النظام التشغيلي صراحة انا عن نفسي وايد حلول لانه وايد قريب من الخام وكل من يدري ان انا احب اندرويد خام فهو وايد مجرد ما عليه ثيمات نفسي الموجودة على سانجن ماد ما عليه وايد كسلميزيشن انت تقدر تحصلها بسانجن ماد احي مو موجودة صارت على الـ One Plus على الـ Oxygen OS بس لازم تحطون باكم شغلة هذا التحديث ما رح ينزل لا سلكي او على الهواء مو over the air update مو OTA رح يكون انت لازم تسوي طريقة manual انك انت لازم تسوي unlock حق البوتلودر مالي الجهاز وتلازم تحط له custom recovery ولازم انت تسوي flash حق ال operating system من custom recovery طبعا انت به العملية هذي رح تمسح كل شغلك علشان يشتغل عليه النظام التشغيلي اليديد ونظام التشغيلي اليد ان شاء الله رح يدعمل OTA بروحه فبعدين رح ينزله على التحديثات ما لازم انت تسويها العملية هذه الا مرة واحدة ما لازم تسويها مرة ثانية فهذه الطريقة هي اللي انت تقدر تسويها علشان انت تقدر تحصل التحديث اليديد مال Oxygen OS يعني الشغلات اللي تغيرت اكثر شيء هي من الـ Notification toggle لما تسحب من فوق صارحين انت عندك ممكانية انك انت تقدر تغير اماكن مالت التوجلز نفسهم انت تخلي مالت التوجل الـ Wi-Fi مكان البلوتوث مكان البلوتوث مكان اللوكيشن والفلاشلايت الى اخير وتقدر تزيد شغلات وتضيف شغلات وتمسح شغلات اذا انت كنت تتبي واحدة من الشغلات اللي حتى من نظام التشغيلي بعد انك انت تقدر تغيرها طبعا انك انت تقدر تشغل On Screen Navigation Buttons Virtual Keys اللي انا احقهم او انك انت تقدر تسويها طريقة مختلفة اللي هي Capacity Buttons انك تدخلي شاشة تستهلكها كلها وبس انك تصير الدقام الموجودة اللي تحت انك تتشغلها تصير هذه تحت موجودة حق التليفون اذا انت ما كنت تتبي Virtual Keys مالت الـ Buttons واحدة من شغلاتي الثانية هي الكاميرا نفسها قاعد يستخدمون اوهما Google Camera مو حطي لك Application حق الكاميرا نفس قبل لما كان عندك سيانة جماد فهذه الشغلات كلها انا اتوقع رح تنزل بالتحديثات اليديدة لانه اريدي لما استخدمت الجهاز من ادخل الانستغرام يسوي لي force close يطلع من ادخل الانستغرام مرة ثان يسوي لي force close يطلع امساح اريد نزله ما لكو فايدة ففي عيوب الجهاز لاحين يعني مو مستقر امية بالايمية طبعا نفس سايا نجم 11 سايا نجم ما 11 اس اللي اخر واحد نازر او اخر اصدار فان عن نفسي يعني اللي يعارف شاكاعد يسوي نزل لسايا نجم ما 12 مو شرط يكون 12 اس نزل عليه سانجم ما 12 لاحنه هو رح يكون يعني مستقر اكثر من الاكسجين او اس اذا انت ما عندك يعني خبرة بهالامور خلك على سانجم ما 11 اس وانطر لما تلقاه ان شاء الله رح ينزلك سانجم ما 12 اس اللي هو رح يكون اخر اصدار من سانجم ما ديش ساعة عاد لما تنزل اصداراتي ديدي لازم تروح حق احد يعارف انك انت تدخل التوتورياز اللي سوونها ان شرون انت تقدر تسوي بروح custom recovery تنزل او تسوي unlock حق reboot loader وتنزل custom recovery وتسوي فلاش حق ال اكسجين او اس فبس فعلا بغاية تتكلم عننا وان بلس والاكسجين او اس اذا فيه شغلات تبقوا تسألوني عنها يارد تستخدم هاشتاك سلسقالي او سلوركساز انستغرام وتويتر ان شاء الله ارد عليكم اهناك اذا مو تسلم وصلكم فيديوهات اول بول بالايميل احمد وعليكي مشكولين عن المتابعة فمان الله الكريم